محمد يعني شايفك وانت بتتفرج على التقرير كده يعني نظراتك وابتساماتك وتفكرت بقية محلوة طبعا يعني أحلى أيام الشغل في النادي الأهلي طبعا ده دي يعني وسام على صدر أي مسؤول أو أي مدرب أو أي لعب خدم النادي الأهلي يمكن أنا بدأت في النادي الأهلي في اختار الناشئين وبعد كده تتدركت وطلعت الفريق الأول في 2009 يسعى مع كمتر حسام البادري مساعد ثم مدرب عام ثم مدير فني فيعني سنين بقى بتعدي معاك وبعد كده بطولة من البطولات اللي بيحقق بطولة دورة أبطال أفريقيا مع نادي ألي كمدير فني الحمد لله الموسم ساعتها تلغى يعني الحمد لله الموسم تلغى فعلا بس الحمد لله ربنا وفق رغم ما كانش فيه نشاط محلي بس يعني كنا يعني قدرنا نشتغل على دورة أبطال أفريقيا هو ده الهدف بتاعنا وهو ده الهدف الأسمة طبعا صعب ما فيش حاجة سهلة انت لا لا مش كده ما فيش إعداد في البلد انت الدورة بيعدك ما كانش فيه احتكاك كانش فيه احتكاك وبالتالي طبعا كنا بنعد اللعيبة نفسيا بشكل رهيب عشان تقدر ان انت تدخل اللعيبة دي بدوافع وفي أفريقيا مباراة أفريقيا وبطولة أفريقيا أقوى طبعا من ده الاعداد النفس ده يا كابتن لان انا فيه مباراة بتستوقفني جدا وتقريبا ما شفتش حضرات بتتكلم عنها مباراة الكوتن الكاميروني الأولى وصلنا للديئة سبعين تقدرنا سفر سفر دي او مرة تحدث اه معشان كانت الهجواء وبعد 24 ساعة وصفر سفر دي بره كانت بالنسبة لنا كجمهير ومشجعين ومنتمين كويسة جدا كنا عايزين مطش يخلص انا نزلت مع الحكم وتكلمت مع الحكم ان هو يكمل المباراة رغم المطر سبحان الله ما هو شوف اوقات ما بتبقاش عارف الخير فين يعني انت متصور عشان كده دايما نفكور احنا كمدربين يعني شغلان التدريب شغلانة التوفيق فيها كبير ولازم ما تبقاش يعني ما تتمسكش قوي بقرار يعني اوقات في مدربين تبقى متصورة انك ده قرار الصح وتمسك فيه رغم ان ممكن يكون ده فيه خير اكتر من اللي انت شايفه يعني بس احداكي بقى عندك المرونة الكافية طبعا ان انت تتأقلب محمولة يعني انا نزلت الحكم وتكلمت معاه ان هو يكمل المباراة فقال لي مقدرش يكمل المباراة بص الملعب عامل ازاي فحتى قلت له كمل ما فيه مباراة بتكمل كنا وصلنا دي اي سبعين و سفر سفر فان حاجة اكمل الاحساس بقى لما لغى المباراة وانت كمدير فني محتاج تكمل عشان تطلع بالنتيجة دي وباللي امتعتبر نتيجة جابية والاربعة وعشرين ساعة مفيش تكملة يا احمد بادة انت عارف عملنا ايه هنعيد المباراة تاني من الاول مالفاهم اللي اربعة وعشرين ساعة دي باتكلم عن الاعداد النفسي الاول اللي كابتن محمد يوزف مع اللاعبين ان احنا هنلعب مباراة من اول وجديد تسانين ديها تاني دي على طول انا اتذكر من الاوضة يمكن خرجنا توجهنا من الاوضة على طول على الفندق انا بدأت اجراءاتي من وانا في من بعد ما غادرنا الاستاذ على طول دي التعليمات طبعا كنا الجهاز دي اللاعبين كان بحالة احباط يعني انا بص انا اتكلمت انا اتكلمت قلت يا جماعة لازم ان احنا يعني دي صعوبات كلها حاجات مستجدات بتعدي عليك وصعوبات فاحنا لازم نحافظ على تركزنا اتكلمت معهم ان احنا لسه عندنا تسعين ديها تاني بكرة هنقدر نلعبها وعندنا تسعين ديها في مصر فقدرت ان انا جدد الدوافع تانية وفي نفس الوقت كمان عملت اجراءات في الفندق استشفى ما كانش الفندق طبعا في الجروة في الكاميرون يعني مش عايز اقولك المستوى يعني اقل من المتوسط يعني امكانات ضعيفة جدا بس دي اننا نعمل تلج تدليج بالتلج الجهاز الطبي كله بازل مجود كبير جدا والجهاز الفني المساعد كلنا بازلنا مجود كبير جدا وعملت تدريبة او تمرينة لمدة حوالي 30 ديها في الفندق جوه خدت قاعة عملنا استشفى عشان نقدر اللعيبة دي تقدر تلعب تاني الساعة تلاتة بتخايف على مين اكتر يا كابتن من اللعيبة انا اكتر واحد خفت عليه وقل الجمعة وغيرته يعني ممكن انا غيرت في التشكيل بس ممكن الناس ما تتذكرش قوي ان انا غيرت التشكيل اللي عبنا سبعين ديها الوحيد اللي غيرته تاني يوم كان واقل جمعة ليه واقل جمعة كان في الوقت ده كان عنده 38 سنة واقل طبعا من مدفين الاقوية جدا ومدفع شارس ومدفع عنده خبرات لكن انا ترأى لي ان الاستشفى بتاعته هو اللعب سبعين ديها تقريبا مباراة تقريبا يعني منها شوية حوالي بتاع 10 دا 15 دا في المطر برضو اللعبة في المطر بيبقى تقيل لكن انا ترأى لي ان هو يريح على اساس الاستشفى بتاعته هتبقى صعبة تاني يوم فاهم قصدي وتوفروا للعودة ووفروا للعودة بس انا كنت تفكيري كمان في المباراة دي ان انا اطلع بنتيجة ايجابية فريحت واقل جمعة ولعبت بشريف على فضيل ونفس التشكيل بقى الباقي كله نفس التشكيل بس اختلفت بقى النتيجة وسبحان الله اختلفت النتيجة بقى سبحان الله هم احرزوا هدف في الشوت الاول والشوت التاني تريكا احرز هدف التعادل وطلعنا واحد واحد بس سبحان الله وانا راجع بالطيارة فكان النتيجة واحد واحد احلى من 0-0 بص كل يعني البطولة دي كل مباراة لها قصة مفيش مباراة حتى انا في النهاية قلت لهم احنا ملعبناش مباراة كده عادية اللي هو ايه يعني يعني المباراة كده تتعدي مرور الكرام مفيش احداث ده كان يا كابتن اكبر رد على المشاككين يعني كان فيه اولى حاداتك توليت المأسولية انا فاكر فتا دي كويس يعني الناس قالت طب مدرب اجنابي طب الدنيا حادتك اثبت ملأة وحصلت على بطولة صعبة في وقت انت ما عندكش موسم محلي تستعدي فيه فده كان اكبر رد ميك يا كابتن بص طبعا انا هقولك على حاجة بامانة لما بنشتغل ما بنركزي خالص في الكلام الجانبي او الكلام اللي بتقال انه يهمدك او انه يشتتك او انه يعني لان انت توليت المسئولية وفي نفس الوقت انت كل تركيزك بتحطه في اتجاه واحد اتجاه ان انت تنجح اتجاه ان انت تعمل نتاج ايجابية اتجاه ان انت تروح على البطولة انا كنت شغال مع قبلها مع كابتن حسام البدري مدرب عام واخدنا بطولة افريقيا 2012 من الترجي وكانت نفس الظروف تقليبا فكت عايش احداث وكانت صعبة برضو كان بطولة صعبة فكان كل ده تركيز انا ركزتش بص بس انا هقولك على حاجة برضو يعني شغلانتنا مفيش حد هيمسك لو جبت بكرة مين مفيش حد هيسلم اي واحد هتمسك اكيد معترضين واكيد مؤيدين واكيد مجموعة او جزء بينتظر يشوف نتاج ايجابية اوكي ده جميل نتاج سلبية لا ده ضد اه طريبة لازم تتدفع انما اه بقى اه يعني ده حاجة ولذلك احنا بشغلانتنا ما بتركز قوي بينت الاشغال شرك اه ما بتركز قوي في حتة مين بيقوله ومين بينتقد وكده لكن انت بتركز شغلك بتحاول ان انت تتنجح بالمجموعة اللي معاك وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى برضو بيديك على قد بازل المجهود اللي انت بتبذله بس فكانت المبارات دي كانت صعبة جدا بوعدة في تكره حتى يعني مبارات العودة اللي لعبناها اللي لعبناها برضو تعاليني واحد واحد بس كان لها صعبات فظيعة اصعب من هناك طبعا المبارات بتاعت العودة يمكن احنا قلنا ايه قلنا ان الكوطنا الكابنولي جاينا في ملعبنا قبلها كانت هزيمة منتخب مصر وخروجه من كاسة عالم ستة تأسألك فانت عندك ست لعيبة ست لعيبة هيلعبوا معاك في الملعب خارجين قبلها كم يوم مطش غانس مطش غانس مطش غانس اه طبعا نفسيا انا عايز تعدهم تاني طبعا ده انا رحت الجنة قبلها باربع ايام او تلت ايام قعدنا في الجنة كان المبارات العودة في استاد الجنة رحت خدت الفريق كله هناك عشان يبقى اللعيبة دي موجودة عندك من ورا كده شريف اكرامي لو تفتكر كان اتغير كان اتغير فكان في احداث كتيرة جدا حاولين شريف وهل هيلعب ولا مش هيلعب وهل هو هرب من المباراة ولا ما في احداث كتيرة جدا ان لو لعب الناس هتفسر انه هرب طب ولو ملعبش كان وسط ملعب رجع لعب لبرو لا حسان ما كانش موجود في البتورة دي اه كابتن واقل جمعة انت كنت خايفت لعبه مايتوفقش اه وفي نفس الوقت وقم مصاب فحاولنا نعالج الاصابة بتاعته عندك سيد معوض عندك احمد فتحي عندك واقل جمعة هدي خط الدفاع عندك بوسط الملعب في ابو تريكا ووليد سليمان اه وابو تريكا برضو كان حلم كبير او نزال فكانت عناصر كتيرة حوالي ست سبع عناصر كانوا في المنتخب في الوقت ده دي اصعب مباراة كابتن ولا انت قلت كل مباراة كل مباراة كل مباراة ليه صعبتها ايه اكتر مباراة كابتن محمد يوسف كان عامل حسابها او كان الانبال انا عندي توقف والله كل مباراة بس انا طبعا اكتر مباراة ازا مالك ازا مالك في العودة يعني احنا اتعدلنا اول مباراة في افتتاح دولة مجموعات واحد واحد المباراة التانية كسبنا اربعة اتنين المباراة دي كانت يمكن انا بالنسبة لي اعلى تركيز اوي ليه بقى لان المباراة دي لو مكسبنهاش ممكنش يعني دي لأكدت صعودنا للقابل النهائي وبس وبعدين مع منافس برضو تقليدي الزمالك كنت انا